موسيقى السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم في حديث دمشق لهذا الأسبوع مجددا ومن ميونيخ الألمانية رئيس الاتلاف السوري المعارض يطرح الحوار مع الحكومة السورية بشروط لا تتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عرضان قدما للنظام الأسبوع الماضي الأول من المعارضة الديمقراطية أو معارضة الداخل بعد اجتماعها في جنيف والآخر العرض القنبلة من رئيس الاتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب عرض عرفه الخطيب بمبادرة حسنينية حقنا للدماء السورية فهناك من يخطط لأن تختفي سوريا من العالم خلال حرب تستمر بضع سنوات بحسب الخطيب نفسه تسوية سياسية يراها محللون باتت قريبة تلخصت بسؤال مفاده هل هي محض صدفة أن يتضافر اتجاه طرفي المعارضة الخارجية والداخلية نحو مبادرة لطلب الحوار مع النظام؟ اقتراب التسوية ما يعلل أيضا بحسب بعض المراقبين الغارة الإسرائيلية على ريف دمشق لإعاقة أي حل سياسي في حديث دمشق لليوم نسأل سوريا قبل شهر على اكتمال عام أزمتها الثاني هل هي على أبواب حل سياسي أم أن الحرب قادمة وفاتحتها الغارة الإسرائيلية على موقع جمراية للبحث العلمي ومعنا مشاهدين في هذه الحلقة هنا في الستوديو عضو هيئة التنسيق الوطنية المعارضة السيد صالح مسلم ومن دمشق معنا رئيس تحرير جريدة تشرين الرسمية سيد محيد دين محمد وأيضا معنا من اسطنبول عضو الاتلاف الوطني المعارض وأيضا عضو هيئة العامة لاتلاف السوري وهو عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارضة سيد سمير نشار أهلا بكم ضيوفنا وقبل البدء مشاهدين بالنقاش نتوقف مع هذا التقرير من إعداد مراسلة الميادين في دمشق ديمان ناصف يلخص المشهد السوري أموما الأسبوع الماضي نتابع صور للحريق الذي تسبب به قصف المقاتلات الإسرائيلية لمركز البحوث العلمية في جمرايا ضحيتان ودمار أجزاء كبيرة من المبنى الدفاع الجوي السوري لم يكشف دخول المقاتلات الإسرائيلية التي ضربت المركز فالخرق الإسرائيلي كان نتيجة منطقية بعد تعمية الدفاعات الجوية السورية في مرج السلطان وجبات الخشف في جبل الشيخ حيث تسللت الطائرات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية استنكار الغارة كان الصدى الوحيد لها داخليا وخارجيا وإيران توفد أمينة سر مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في زيارة لم يعلن عنها سابقا للبحث في الرد على الخرق الإسرائيلي هناك تشاور لا بد أن يكون مع الدول الأقليمية لدراسة تداعيات الرد في حال كان الرد لأن الرد لم يكون ردا روتينيا أو عاديا ضربة بضربة أو مقايدة ضربات الرد سيكون استراتيجي إما حاسما للأزمة ونهيا لها وإما مطورا لعملية الاشتباك ولقواعد الاشتباك وفي مؤتمر ميونيخ للأمن لا لقاء رباعي حول سوريا فلا موعد يجمع لفروف بالثلاثي جو بايدن والأخضر الإبراهيمي ومعاذ الخطيب لتربيع الاجتماع ورغم أن زعيم الائتلاف يبدو أكثر جذبا للروس من أي وقت مضى باندراجه في دعوته لمفاوضات مع النظام مع سعيهم لإعادة الاعتبار للحل السياسي نحن سنبدأ بالكلام عن حل تفاوضي سلمي لرحيل النظام هذا أول شيء إذا لم ينجح الأمر سنتابع مواصلة الضغط وطلب الضغط السياسي من كل الأطراف لم ينجح الأمر سنزور عواصم الدول ونشرح لها الأمر بشكل أعماق لم ينجح الأمر سنطالب أقل الأمور إيجاد تشويش الكتروني يمنع الطائرات الحربية من قصف شعبنا هذا أقل شيء يفعل المجتمع الدولي إذا لم ينجح هذا الأمر فأطالب بقصف قيادات مراكز النظام التي تدمر الشعب السوري نحن بحاجة إلى قرار واضح من مجلس الأمن بوضع أجندة لحل سلمي للأزمة مبادرة الخطيب بإطلاق 160 ألف معتقل وتمديد جوازات سفر سوري الخارج يقدم تصورا سياسيا يستند إلى مرجعية جناف استضم ذلك برفض من الائتلاف واعتبارها مبادرة شخصية غير ملزمة له بحسب نائب المراقب العام للأخوان المسلمين علي البيانوني ورفض مماثل من المجلس الوطني السوري مبادرة الخطيب تزامنت مع أطلاق المعارضة السورية في جناف لمؤتمر وطني موسع يتولى إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية بدءا من الإقاف الفوري المتزام للعنف واستخدام السلاح وأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمختطفين من مدنيين وعسكريين وضبط الأمن وإجراء انتخابات تشرعية ورئاسية نزيها بإشراف دولي سنبدأ مع الأمور السياسية ومن الحدث الأبرز والأخير بما يتعلق باللقاءات التي تجري علىها مش مؤتمر ميونيخ أبدأ معك سيد سمير نشار وتحديدا اللقاء الأخير بين وزير الخارجية روسي سرقي لافروف ورئيس الاتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب نود أن نفهم ماذا تم في هذا اللقاء إذا كان يمكن أن تعطينا معلومات وأن يتم اللقاء بعد كل ما حدث من لغة بعد إصدارة مبادرة من رئيس الاتلاف وتحديدا لجهة أنه كان هناك طلب روسي سابق رفضه رئيس الاتلاف والاتلاف وطالب روسيا بالاعتذار ما الذي يجري؟ حقيقة ليس لدي معلومات دقيقة عما ذرى في اللقاء ما بين السيد أحمد معز الخطيب ووزير الخارجية ولكنني أنا أتوقع أن يكون السيد أحمد معاز نقل وجهة نظر قيادة الاتلاف التي تطالب بتغيير جزري وحقيقي في سوريا وعلى تنحي بشر الأسد عن السلطة المبادئ الأساسية هذه وردت في الوسيقة الأساسية التي تشكل بمجبها الاتلاف أنا أعتقد أن السيد أحمد معز الخطيب سوف يطلع على وجهة النظر الروسية وينقل ما يدور من وجهات نظر سواء كان إذا كان هناك تطورات أو تغيرات في الموقف الروسي تجاه النظرة إلى الوضع السوري أم الأمور أو وجهات النظر الروسية بقيت على حالها دون أي تغيير اللقاءات السياسية مفيدة برأيي من حيث الأطلاع على وجهات النظر والتدقيق في المواقف المتبينة أو المواقف المتفقة التي يمكن البناء عليها لإيجاد حل سياسي ربما سيدنا الشارك تحديدا لجهة دعوة الحوار مع النظام بدون الشرط الأساسي الذي طالما كان أساسي بالنسبة لإتلاف والمجلس الوطني هو تنحي الرئيس الآن يتم الموافقة عليه خصوصا بعد ما حدث قبل يومين باجتماع القاهرة للإتلاف الإتلاف يوافق على حوار مع النظام دون شرط تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لا يا سيدي قيادة الإتلاف والتي اجتمعت الهيئة السياسية يوم الخميس الماضي في القاهرة أقرت ما كان متفقا عليه والتزمت بما نصت عليه الوسيقى الأساسية من ضرورة تنحي بشار الأسد وأن لا حوار مع هذا النظام أنا أعتقد أنه السيد أحمد معاذ مكلف بنقل هذه الوجهة النظر إلى الجهات الدولية التي يجتمع معها حاليا في ميونيخ أما إذا طرأ عكس ذلك شاهدت التقرير الذي عرضنا قبل القليل كان فيه صوتية لسيد معاذ الخطيب كان يكرر تقريبا أو فعلا نفس ما قاله والطرح الذي طرح المبادرة بسم من كان يتحدث إذن أنا أعتقد أن هناك لدينا إشكال والتباسات في هذه التصريحات وضحت في اجتماع من قبل السيد أحمد معاذ الخطيب يوم الخميس الماضي على ما يبدو لا أعتقد ولا أعرف ما هو السبب وراء تكرار نفس المواقف هذا موضوع خاضع للنقاش في إطار مؤسسات الإتلاف السياسية التي من المؤكد أنها سوف تجتمع لنقاش هذه التصريحات مع السيد أحمد معاذ الخطيب إذن هو يتحدث خارج ما ترى الهيئة السياسية لإتلاف السوري المعارض أنا أعتقد ذلك إذا كانت هذه التصريحات دقيقة ألا تتسمعها قبل قليل في التقرير أنا سمعتها ولكن في كثير من الحالات وسائل الأعلام ربما لم تكن دقيقة في نقل ما ينقل سأعود إليك وبالتفصيل كنا نشاهد نفس الكلام 160 ألف معتقل يعني الطلبات التي شروط التي اعتبرها بدرة حسنية من الحكومة السورية دعنا في هذه النقطة تحديدا ننتقل إلى معنا أيضا من دمشق رئيس تحريج جريدة التشرين الرسمية سيد محيد دين بدرة حسنية كان يعتبر السيد معاذ الخطيب أنه يتم إطلاق 160 ألف معتقل ويجدد أو ربما تمنح جوازات سفر لمدة عامين لبعض الشخصيات هذا مقبول بالنسبة للحكومة السورية بداية أن أسمحي لي أن أغير الصفة وأصححها أنا مدير تحرير جريدة التشرين شكرا للتصحيح فيما يتعلق بتصريحات السيد الخطيب أمل أن تكون صح والضمير وعودة إلى العقل على أساس أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها إلا من خلال الطرق السياسية هذه الطرق السياسية تحتاج إلى تفاوض والتفاوض مع النظام ومع الدولة القائمة لا يوجد شرط تنحي الرئيس الأسد خاصة أن الأطراف الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أو متأكدة بأن سقف ما يمكن النقاش فيه هو ما تم التوصل إليه في وثيقة جنيف إذا هي ترجمة لمجاة وثيقة جنيف ما يجري الآن؟ إذا كان هناك حلا سياسيا في سوريا فبالأساس يعتمد إلى وثيقة جنيف أما فيما يتعلق بطلب السيد الخطيب عن أطلاق سراح 160 ألف معتقل أنا أعتقد بأن الرقم مبالغ فيه كثيرا وأتصور بأن عدد المعتقلين في سوريا هو أقل بكثير مع ذلك أقول بأن الدولة السورية جادة في تسويت أوضاع كل المعتقلين السياسيين وهناك أضف إلى التسويات اليومية التي تتم حول معظم من لم يتورطوا في سفك الدماء هناك أيضا تصدر بين الحين والآخر مراسيم عفو وهذه مسألة كما قلت دائمة ومستمرة بالنسبة للحكومة السورية يعني أنا أود أن أفهم ما الذي سيكون كرد بالنسبة للحكومة هناك دعوة للحوار الحكومة جادة بإجراء الحوار وهي تحضر له وربما نحن في سوريا نشعر ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية بأن الحوار سينطلق غدا أو بعد غد بهذا المعنى سوريا عندما تشكل لجان على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس الشعب وعلى مستوى المحافظات للتحضير للحوار يعني ذلك بأن الدولة جادة في انتهاج هذا الحل السياسي ووضعه على السكة وهذا بالتأكيد يتطلب الطرف الآخر أو الأطراف التي كانت معاندة لإجراء مثل هذا الحوار بوضع شروط تعجيزية لا ترضي أحد لا ترضي الداخل ولا ترضي ربما الخارج هنا أساس الاختلاف وربما خلط الأوراق يعني أنه الشرط الذي تقول كان تعجيزيا اليوم يعني لا يوجد في مقدمة الشروط هو شروط ربما تعتبر مخففة اليوم يلتقي السيد معاذ الخطيب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هل سنشهد ربما بعد ذلك تحديد لأماكن لقاء بين وفد ممثل عن الحكومة وعن المعارضة في بعض الأماكن والعواصمة التي طرحها أو عددها معاذ الخطيب بمبادرته هذا السابق لأوانو لأن الدولة أنا وجدت نظري الشخصية لأن الدولة حتى الآن لم تحصل على رأي موحد هل معاذ الخطيب يتحدث عن وجهة نظر شخصية أنا لا أعتقد ذلك مع أن بعض أعضاء الإتلاف أو مجلس إسطنبول يحاولون تسويق هذه الفكرة هناك رغبة دولية في إعطاء دفعة جديدة للحل السياسي لأن الوضع في سوريا لم يعد مقبولا لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي هناك خسائر هائلة لا يتكبدها أيضا الشعب السوري وإنما تتكبدها دول وشعوب المنطقة وهذا ينظر بمستقبل خطير يجب تلافيه ويجب العمل كما قلت على المباشرة بهذا الحل السياسي الذي سيكون بالتأكيد لصالح الشعب السوري ولصالح كل إنسان يفكر بعقل ومنطق وحتى بدين وأخلاق لتجاوز الاستفافات التي وضعت بها بعض أطراف المعارضة الخارجية والتي ثبتة أنها لن تسوق ولن تستطيع أن تحقق نجاحات على صعيد تحديم سوريا أتمنى أن تبقى معنا وتحول هنا أيضا إلى ضيفي هنا في الستوديو أنت تمثل هيئة التنصيق أنت عدوا في هيئة التنصيق سيد صالح مسلم أعتذر لي التأخير عليك اليوم نشهد عرض من رئيس الإتلاف السوري المعارض ويأتي بعد عرض آخر وجهته المعارضة والقطب الديمقراطي كما سمت نفسها بعد مؤتمر جنيف الأسبوع الماضي دون حتى وصيد دولي إما في موسكو أو جنيف المعارض هيثا من ناعي يتحدث أنها لقت قبول وتأييد من روسيا متى يمكن أن نشهد لقاء لربما في موسكو بما أنها لقت تأييد نحن في هيئة التنصيق الوطنية لم نعترض على الحوار منذ البداية منذ أن تأسست هيئة التنصيق الوطنية يعني منذ ستة إذاعش إلى الآن ولكن كانت هناك شروط نطالب بها من أجل الحوار حتى يكون موضوعيا وحقيقيا لذلك أكدنا على هذه النقطة مرارا وتكرارا وآخر ما حدث هو المؤتمر الذي كان في جنيف مرة أخرى أكد على الاستعداد للحوار ولكن بشروط معينة نحن في هيئة التنصيق الوطنية أكثر ما يهمنا هو وقف هذا النزيف الذي يجري في سوريا أيضا من ذلك ما قاله السيد هيثم منناع وهو موثل هيئة التنصيق في الخارج قال هناك تصور عملي لتلك المفاوضات مع النظام وليس فقط هو عرض للحوار يمكن أن نفهم هذا التصور العملي ما هو التصور العملي نحن فكرنا فيه أولا طبعا يجب وقف إطلاق النار من جميع الأطراف أو بما يواكب جنيف حتى نحن دعونا إلى جنيف اثنين سميناه جنيف الأولى فسرت من بعض الأطراف كل حسب مزاجه ولكن نحن رغم ذلك وجدنا أن اتفاقية جنيف كان إيجابية ولكن سوء التفسير وتصرف بعض الأطراف وعدم جدية بعض الأطراف حالت دون التوصل إلى أمر ما أو حصول أي تقدم فيه بينما نحن ندعو إلى جنيف اثنين الذي دعونا إليه في مؤتمرنا هذا هو الخطوة العملية هل ستكون جنيف اثنين أوسع تشمل معارضات أخرى أو حتى ممثلين عن النظام لم يكن المعارضة في جنيف واحد ولا في جنيف اثنين وإنما كان بين دول معينة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبالإضافة إلى بعض الدول التي لها علاقة بالأزمة سورية هل سنشهد توسع في إطار المعارضة ربما يشمل الإتلاف السوري خاصة أنه يطرح جديد يتماشى نوعا مع ما يطرحه مؤتمر جنيف نحن منذ البداية كنا مع وحدة المعارضة ولازلنا ندعو إليها ولكن بعض الأطراف الخارجية التي كانت تؤثر على المعارضة معارض مجلس الوطني السوري وربما الإتلاف فيما بعد هذه الأطراف كانت هي التي تضع شروطها أو كذا وتمنعها من وحدة الإتلاف تواصلتم مع أي أطراف بالحكومة السورية خصوصا في رؤية وفي من كلف بالحكومة بعد مؤتمر جنيف فقط تواصلتم مع الروس لأنه يقول السيد ثمنا أنه في تأييد روسيا للطرح هو تأييد روسيا نحن قبل ذلك كنا في موسكو وتناقشنا الأمر مع موسكو وكان هناك وجهات نظر قريبة من حيث الحوار ومن جنيف 2 حتى لو نعود إلى السيد سمير نشار من اسطنبول سيد نشار أود أن أستوضح منك معلومة لا أعرف إذا كانت صحيحة أو لا ولكن تناقلتها وكالات الإعلام أنه هناك لقاء مرتقب على هامش مؤتمر ميونيخ يجمع السيد معاذ الخطيب رئيس الإتلاف مع وزير الخارجية الإيراني المتواجد أيضا في المؤتمر هل هذا صحيح؟ أنا كذلك سمعت من وسائل الإعلام هذا متوقع ربما أنه في هيك منتدى دولي حول الأمن الأوروبي وجامع شخصيات كثير كبيرة من جميع أنحاء العالم ممكن يحصل هذا اللقاء ليس لدي علم مسبق ولكن طبيعة هكذا اجتماعات ممكن أن يحصل فيها لقاءات وممكن أن يجتمع السيد أحمد معاز الخطيب مع وزير خارجي الإيراني لأطلع على وجهة النظر لقاء تتحدث أنه وكأنه موضوع طبيعي نحن نتحدث عن الإتلاف عن كل ما هيحمل ربما لإيران وأن تتحدث أنه حتى رئيس الإتلاف يتحرك خارج حتى الآن إطار ما تراه الهيئة السياسية الهيئة السياسية في الإتلاف أن يكون هناك لقاء بين يجمع بيختص الملف السوري بين وزير الخارجي الإيراني وسيد معاز الخطيب يكون بالنسبة لكم اجتماع عادي سوف يجتمع بالتأكيد الإتلاف ويناقش كل هذه الاجتماعات وكل هذه التطورات وكل هذه التصريحات التي صدرت عن السيد أحمد معاز الخطيب ولكن أنا أتكلم من حيث المبدأ أي لقاء سياسي هو لقاء وارد خاصة أن دولة مثل إيران هي دولة مؤثرة وهذا اللقاء هو في منتدى دولي ربما يكون هذا الاجتماع بأي معنى إيران دولة مؤثرة بالنسبة للإتلاف السوري بملف الأزمة السورية عفوا بأي معنى إيران هي دولة مؤثرة بحسب ما تقول الآن بالملف السوري بحسب مفهوم الإتلاف السوري بأي معنى هي دولة مؤثرة إيران هي أهم داعم للنظام السوري أهم داعم حقيقي التصريحات الإيرانية تؤشر وتقول بقاء النظام السوري هو مصلحة أمن قومي إيراني. تصريحات أخيرة من إيران تقول أن تنحي بشار الأسد خط أحمر بالنسبة لإيران. هذه التصريحات لم نسمعها من أي دولة أخرى في العالم. حتى الروس لم يصرحوا بهذا المعنى. نحن نعرف وهذه وجهة نظرنا. أن هناك تحرفا أضويا ما بين النظام الإيراني والنظام السوري. لم يصرح الروس. لكن هناك من تحرك على الأرض وبعض ربط الغارة الإسرائيلية بالملف السوري. وتحديدا لما يتعلق بالموضوع أو الشق السياسي أو التسوية السياسية. سنتحدث عن ذلك بعد الفاصل. لكن أود أن أسألك سؤال سريع سيد سامير نشار. هل التلاف السوري على باب انقسام إذا ما نظرنا الآن لما تقوله؟ إذا ما نظرنا للتصريحات منذ الماخص يؤيد مبادرة معاذ الخطيب؟ أيضا كان هناك تأييد من رياض سيف. أيضا معارض رياض سيف. هل سنشهد انقسام؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنه سوف نشهد انقسام. ولكن هذه التصريحات المتبسع تم توضيحها في الاجتماع الذي عقده يوم الخميس الماضي في القاهرة. وكان هناك إجماع من قبل الهيئة السياسية على الالتزام بالوسائق الأساسية ورفض الحوار مع النظام السوري. وبحضور السيد أحمد معاذ الخطيب. واقع الحال وبكل صراحة نحن نستغرب إذا كان السيد أحمد معاذ الخطيب قد كرر هذه التصريحات في ميونيخ. وسوف يعيد الجدل والنقاش حول دقة هذه التصريحات إلى الإطار السياسي الذي يشكل الإتلاف هو الحاضن له. وأيضا عدة أمور تعرضة لها سيد معاذ الخطيب. من بينها بعض المعارضين خوانوه. وربما البعض يتحدث عن أنه قد يقدم استقالته. كل هذا كما قلت هو رهن ربما التوضيحات منكم. وبالنسبة لاجتماعكم. سنتوقف الآن ضيوفنا وأيضا مشاهدنا مع فاصل. ومن ثم نواصل حديث دمشق. نتحدث عن الغارة الإسرائيلية بعد هذا الفاصل. وربطه بالمشهد السياسي. فتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدنا. أهلا بكم مجددا مشاهدين. في حديث دمشق لي اليوم. ونجدد ترحيب بضيوفنا هنا في الاستوديو السيد صالح مسلم. ومن اسطنبول السيد سمير نشار. وأيضا من دمشق السيد محيد دين محمد. في هذا المحور. مشاهدنا نتناول موضوع الغارة الإسرائيلية على موقع بحث علمي في جمرايا بريف دمشق. نتحدث عن توقيته. عن الأهداف. عن المكاسب. وكيف يمكن أن ترد الحكومة السورية. وهي بصدد الرد. وكما قلنا ربطه في الملف السياسي. لكن قبل ذلك وقبل النقاش مع ضيوفنا سنتوقف مع رأي الشارع السوري. أو عينا لا على التعيين من الشارع السوري. رأيها بطريقة التعاطي الحكومي مع هذه الغارة الإسرائيلية. وكيف يتوقع هذا الشارع السوري. الرد نتابع بعض الأراء في الشريط الآتي. رد الحكومة كموقف ديبلوماسي حاليا إحنا ضمن التهديئة الدبلوماسية. ولكن التصعيد آتين 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 آتين. مثل مساوب تركية. لما بدأت تعدى على مصالحنا لازم أنه يحطونه لحد. هو اعتداء سافر على سوريا. هاي مؤامرة كبيرة ضد سوريا. سوريا الأسهل. هنالا دولي الاستقرار اللي عنا معجوة. انت على يشلو. ونحن هون إيد واحدة. منا سريع على حضا. رد الحكومة. رد عقلاني. فمتعالي. إحنا من النوع اللي ما نرد بسرعة. لا تصرف طائش أو هاي. فمتعالي. كل شيء بقته حلو. كل شيء بقته حلو. والله بشوفوا عدوان سافر. ولازم نرد بسرعة. ما نتاون بالرد. الله لا يوفقهم. بيضلوا هيك هنين. يعني هيك عادتهم. بيستعدوا بالمي العكري. إذن نتابعنا هذه العينة من آراء الشارع السوري حول الرد الحكومي. طبيعة الرد. وإن كان هناك رد. وسأبدأ مع سيد محيد دين. مدير تحريج جديد التشرين الرسمية. أود أن أسأل سؤال. يعني يطرح الجميع. لماذا لم ترد الدفاعات الجوية السورية. في حين أننا شاهدنا قبل إسقاط لطائرة استطلاع تركيا. اخترقت الأجواء السورية. وتم إسقاطها. من المعلوم بأن قرار الغارة الإسرائيلية هو قرار أمريكي. نفذيته إسرائيل. بعد استطلاع ومراقبة وبعض التأكد من بعض الجواسيس على الأرض. حول وجود هذه السغرة لاجتياز الحدود السورية. لمسافة قد تصل إلى 30 كيلومتران. إجمالا طيران في كل دول العالم. يمكن أن يحصل على مثل هذه الاختراقات. أو ينجح في تنفيذ مثل هذه الاختراقات. لكن أقول للجميع بأن الرد السوري سيكون أكبر بكثير من حجم هذا العدوان السافر الذي نفذته إسرائيل. وربما يضم إليه عدوانين سابقين على الأراضي السورية. يجب أن تفهم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن التغطية على العدوان الإسرائيلي. يجب أن يتوقف. أنا أيضا أربط ما يجري على الأرض السورية. هذا العدوان السافر أيضا الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة على الأرض السورية. قبل الرابط سيد وحيد دين. هناك تنسيق وتعاون مع الدول الإقليم ومع حلف النيتو. سواء كان أيضا مع دول الجوار التركية وقطر والسعودية. وأيضا مع الحلف الأطلسي ومع الولايات المتحدة الأمريكية. كلها الآن تحاول من خلال الغارة الإسرائيلية أن تخلط الأوراق من جديد. تقول أن سوريا سترد وسترد بشكل قوي. وتعيد نفس الكلام الذي قاله السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم. علي بأنه سيكون هناك رد مفاجئ. كيف لو تعطينا ولو توضيح حتى نفهم؟ أعتقد أن الإسرائيليين يعلمون تماما قدرة الرد السورية وقوة ما تملكه سوريا من وسائل دفاعية. تستطيع من خلال استخدامها أن ترد الصاعين لإسرائيل. أو لأي دولة تحاول العبس بأمنها. هذا العدوان لن يمر على الإطلاق. هذا قرار اتخذ الشارع السوري وأيضا القيادة السورية. أما التوقيت والأهداف التي يمكن يعني بتأكيد هنا تكمن المفاجأة وأهمية حسن المفاجأة. فهذه مسألة تقررها القيادة في سوريا. ذكرت نقطة جد مهمة أن يعرفون القدرة الأساسية الصاروخية ربما لسوريا. وهو ربما ما كان سبب من خلال التحليل. حتى الناتو كان يخشى ربما قيام عملية عسكرية. لأن سوريا لديها ربما ترسانة من الصواريخ الحديثة يعني يحسب لها حساب. لماذا لم تكن موجودة ضمن المعادلة؟ القوة الصاروخية وقوة السلاح السوري المخصص أصلا لدرء الاعتداء الخارجي موجود وبكامل جاهزيته. بالتأكيد أي قرار الآن يتخذ يجب أن يدرس من كافة الجوانب التأثير على المنطقة وعلى دول الأقليم. وأنا أقول لك بكل صراحة بأن العدوان الإسرائيلي هو رسالة موجهة ليس إلى سوريا فقط. وإنما أيضا إلى محور المقاومة. وهم أيضا بانتظار ردود الفعل. كما قلت لك القرار متخذ بالرد. لكن توقيته والأهداف التي سوف تستهدف سيد مرحيد دين. أشرك معنا هنا ضيفي في الستوديو. كيف يفترض سيد صالح أن يكون الرد السوري بالنسبة لهيئة التنصيق؟ وإذا ما كان هناك رد في أي جانب ستكونون؟ طبعا نحن سوريون قبل كل شيء. والاعتداء على سوريا واعتداء علينا مباشرة كمواطنين سوريين وكهيئة التنصيق الوطنية نحن متماسكون ندافع عن ثوابتنا وعن أرضنا وعن وطننا وهذا الاعتداء السافر طبعا نحن تأثرنا به جدا ولا نقبله وهو مرفوض طماما وكان يتطلب ردا ولكن ما يجري في سوريا من إضعاف لسوريا وإضعاف قدرات سوريا يعني إذا كان البيت خربان من الداخل فطبعا العداء الخارجيون سيكون عينهم على هذا الوطن ويستغلون الفرصة لضرب كان تحدث قبلا السيد هيثم منناع عن استهداف الدفاعات الجوية السورية وكان يتساءل أنه لماذا المعارضة السورية تستهدف المسلحة ليس كلها مواقع الدفاعات الجوية السورية وحملها ربما أجندات خارجية اليوم يفهم هذه الغارة بنفس ما قال السيد هيثم منناع سابقا نحن نعتقد طبعا العدو سيستغل الفرصة سيستغل الضعف الداخلي سيستغل هذا الصراع الداخلي الذي يجي في سوريا الذي نحمل مسؤوليته طبعا نحن قبل كل شيء إلى النظام طبعا النظام هو المسؤول عن كل هذا ما يجي في الداخل هذا أولا مسؤول عن الغارة التي استهدفت سوريا الغارة الإسرائيلية عن ضعف سوريا عن ضعف سوريا وعن عجزها في مواجهة هذا الانتداء السافر الذي جرى على دمشق ربما لو لم يكن هذا ما يجي في سوريا الصراع الداخلي لكانت دفاعات سوريا بخير هذا السؤال جد مهم أن نطرحه موضوع الدفاعات الجوية السورية بالنسبة للمعارضة لو تسمح لنا أنتقل لأنه معنا دقيقتين قبل الفاصل إلى سيد سامير نشار سيد نشار وحين لك تساؤل طرحه السيد هيثم منع أنه لماذا يتم استهداف الدفاعات الجوية لا المعارضة المسلحة عندها طيران وهذه المراكز والمواقع ليست داخل المواجهات يعني لا تدخل في إطار المواجهات أو الضرب بالنسبة للمعارضة المسلحة يترجم اليوم بغارة لا ترد عليها الدفاعات الجوية بماذا تعلق أعلق قبل السورة قام الطيران الإسرائيلي بغارة على عين الصاحب قرب دمشق وقصفها ولم يتصدى لا المضادات الجوية ولا سلاح الطيران قام الطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق قصر بشار الأسد في اللازقية ولم يتصدى لا الصواريخ ولا الطيران ولا المضادات الأرضية قامت سلاح الطيران الإسرائيلي بقصف موقع الكبر في دير الزور في أقصى الشمال الشرقي من سوريا ولم يرد وكان دائما كما أجاب ضيفك من دمشق نحن سوف نرد في الزمان والمكان ولم يكن هناك ثورة في سوريا ولم يكن هناك أي شيء أكثر من ذلك أغطيل عماد مغنية وصد دمشق وخرج علينا وزير الخارجية السوري يقول أنه خلال أيام سوف يعلن من هم المسؤولين عن الأغتيال وبالدليل القاطع ومرت الأيام مرت الأشهر ومرت السنوات ولم يظهر أي تحقيق ولا أي كشف لماذا لا تجرب النظام السوري على أي عدوان إسرائيلي شكل سريع أنت مع استداف دفاعات الجوية السورية بالنسبة للمعارضة المسلحة؟ لا يا سيدتي. لا يا سيدتي. لا يا سيدتي. ليست قضية قضية استهداف. نحن ضد العدوان الإسرائيلي. نحن هذا عدوان على السيادة الوطنية. مما لا شك فيه. وليس قضية. ولكن أنا أقول أن هذه الدفاعات الجوية حتى في حال ما قبل السورة لم تكن تستخدم ضد الطيران الإسرائيلي. على العكس من ذلك. اليوم سلاح الطيران السوري يستخدم في قصف وتدمير المدن السورية. كان يجب أن تقول لضيفك من دمشق أن توجه له السؤال. وتقول له لماذا لم يتسد سلاح الطيران السوري للطيران الإسرائيلي. لماذا يقصف مدينة حلب أو مدينة دير السور ولم يقصف. أنا سألنا هذا السؤال لماذا لم ترد الدفاعات الجوية. في حال ردت سوريا. ماذا سيكون موقفكم؟. سلاح الطيران وليس الدفاعات الجوية. سلاح الطيران يا سيدتي. أنا أود أن أسألك لا سيدتي سلاح الطيران. سأحيل إليه السؤال. لكن أود أن أسألك بشكل سريع. إذا ما ردت الحكومة السورية. ماذا سيكون موقفكم؟. فقدنا التواصل مع السيد سمير نشار صوتيا. سنعود إليه. سنتوقف الآن إذن مع فاصل. سنتوقف الآن مع فاصل. فاصل إذن مشاهدين. ومن ثم نواصل حديث دمشق. تفضلوا بالبقاء معنا. مجدداً أهلاً بكم مشاهدين. في حديث دمشق. ونجدد ترحيب بضيوفنا. وكنا نتحدث مع سيد سمير نشار. وأصر أن يكون هناك تحول بالسؤال لسيد محيد دين محمد. هو رئيس تحرير جريدة شرين الرسمية. سيد محيد دين. لا أعرف إذا كنت استمعت لمقاله السيد نشار. يريد منك الإجابة على ما طرحه من تساؤل بما يتعلق لطائرات السورية. سيد نشار. يجب أن يعلم بأن الصراع مع إسرائيل ليس صراع وليد اليوم. ولن ينتهي غداً. هناك صراع مستمر. استطاع السورية أن تحقق فيه توازنا استراتيجيا. مع هذه القوة الهائلة لإسرائيل ومن يدعمها. وبشكل خاص لولايات المتحدة الأمريكية. هذا الصمود السوري. هذا البناء المتكامل لسوريا. قام السيد سمير نشار ومن يدافع عنهم. ومن يدعمهم على الأرض. بتخريب نصف على الأقل مبناء السوريون. قبل موضوع الأزمة السورية. طرح أمثلة سابقة. ليس لها علاقة. لابد دقاعات السوية وليس بدافعها. أنا أقول لك إسرائيل المتعوذة كانت أن تقوم في اليوم الواحد بالاعتداء على الحدود السورية خمس مرات يوميا. أصبحت بالخمس سنوات تعد للألف وتحشد ما تستطيع من مواقف دولية. ومن دعم أمريكي للقيام بغارة خاطفة. وبعدها تطلطى لوقت آخر. هي تعلم. إسرائيل تعلم كيف كان الرد يصلها بشكل مباشر أو غير مباشر. إجمالا نطمئن السيد نشار بأن عداءنا مع إسرائيل هو عداء تاريخي. وأن الرد على إسرائيل آتلا لا محالة. وأن هذه العبارات الجوفاء لا يمكن أن تزيل عن النظام السوري الصفة الوطنية التحررية المواجهة لهذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي. أقال أن هذا استهداف وانتهاك للسيادة. لكن أنت قلت قبل أن موضوع قايد الدرس. موضوع الرد. هذا ما حدث اليوم ربما باجتماع رئيس المجلس الأعلى للأمن القوم الإيراني سعيد جليلي المتواجد اليوم بدماشق. التقى الرئيس السوري. هل من ضمن الدرس كيف سيكون عملية الرد؟ الجميع يعلم بأن تغيير قواعد الاشتباك. وأن أي اشتباك حاليا ربما سيحرق المنطقة. كل هذه الأمور يجب أن تدرس بروية. أنا لا أنوب عن القيادة العسكرية السورية. هناك وضع خطر متفجر في المنطقة. لدينا القدرة على تهديم إسرائيل بالكامل. أقول لها بكل صدق. لكن هل هذا من نتائج التي تتمخذ عن ذلك؟ هذا ما سيدرس. إسرائيل قدمت الغطاء القانوني للدولة السورية في ممارسة حقها. في رد هذا العدوان. وهذا ما سنعمل من خلاله. هذا ما استطيع قوله. لا أريد ولا أقبل على الأطلاق التشكيك بموقف السوريين. هذه القيادة تمثل الشعب السوري الذي سيد نشار قبل أن يسكن في فندق بخمس نجوم. حتى لا ندخل في إطار هذا الكلام. حتى نستفيد منكم سيدي الكريم. وأيضا نستفيد من تواجد كل الأطياف التي تمثل ربما أطياف السورية. بنتحدث عن المعارضة قدر الإمكان الأطياف. جميعا نعود مجددا إليك سيد نشار. كنت أسألك قبل الفاصل. إذا ما تم الرد أين سيكون موقعكم؟ يا سيدتي. نحن دائما في صف السوريين. ولكن دعيني أجد مسافة واسعة ما بين النظام السوري والشعب السوري. النظام السوري لا يمثل الشعب السوري. النظام السوري هو في واقع الحال يقدم قدمات إلى النظام والكيان الإسرائيلي بهذا الفدوء الكامل المستمر منذ أكثر من 30 عاما. أما عبارات المزاودة والمناوعة. يعني خلينا نتخلى عنها الخطاب الذي أكل الزمن عليه وشرب. هذا خطاب لا نصرف بمحل. النظام السوري ليس نظام يتحدث باسم السوريين. النظام السوري يدافع عن نفسه فقط. لا يدافع عن السوريين. النظام السوري هو من يقتل السوريين. إذا تحرك الجيش السوري والذي الآن ما زال مناصر للحكومة السورية. إذا ما تحرك بناء ردا على هذه الغارة التي اعتبرتموها انتهاك للسيادة السورية. أين سيكون موقفكم؟ لا أريد هذا السؤال. كل السوريين ضد إسرائيل. لا يوجد أحد سوري مع إسرائيل. لا أريد هذا السؤال. هذا تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. ألف وخمسمائة معمل من الشعب الحلبي. من الشعب السوري. لمن تسرق صوامع الحبوب وتهرب إلى تركيا. يعني يجب أن نفكر بشكل منطقي. علينا أن لا نسلق جلودنا. ما يجري الآن تركيا والدول التي تجلسون في أحضانها. شكرا لك سيد محيد دين. دعنا نشرك معنا هنا في الستوديو السيد صالح مسلم. كيف يمكن أن يكون الرد؟ ما طبيعة الرد الذي أنت تقول أنه ساهم النظام بإضعاف سوريا من الداخل؟ اليوم يتحدث سيد محيد دين أنه سيكون هناك رد. ومن خلال مقال أنه يدرس هذا الرد. وربما حتى مع أطراف إقليمية ذات ثقل. كيف يجب أن ترد سوريا بالنسبة لهيئة التنسيق الوطنية؟ نحن نتمنى أن يكون هناك دراسة للرد. وحتى أن يكون هناك رد. ولكن هذا الكلام الضخم الكبير الذي نسمعه منذ أكثر من ستين سنة. وهذا هو السبب الذي كان سببا لقمع الشعب السوري. واستهدافه وإسكاة أنفازه. نتمنى أن لا يكون ذلك. ولكن يجب علينا أن نقول. طبعا نحن ضد أي عدوان على السورية. ونحن سوريون قبل كل شيء. قبل أي خلاف بيننا. ولكن يجب إصلاح البيت السوري قبل الدفاع للخارج. هناك استحقاق أسكري. يمكن أن يفرط كيف يمكن أن يكون هناك أولوية للداخل السوري. أنا لا أتحدث عن الأولوية. إذا كنت تريد الدفاع عن سوريا. يجب أن تكون متماسكا في الداخل. قبل كل شيء تصالح مع شعبك حتى تكون قوة. نحن نرى لو كان المسائل. لو استطعنا حلها قبل فترة. لو لم تكن هناك مشاكل داخل سوريا. لم استطاع أحد أن ينال من سوريا. ولما استطعت إسرائيل أن تتدخل بهذا الشكل السافر. وتعتدي على الشعب السوري. هذا الاعتداء على الشعب السوري. وليس على النظام السوري فقط. من مختسبات. ونحن نستنكر أي استهداف. هناك مربط الموضوع. أنه قرب تسوية. فبالتالي هذه الغارة الإسرائيلية. كانت لخلط الأوراق مجددا. في ظل حديث عن قرب تسوية سياسية. ستكون موجودة. ويبدو بوادرها من خلال الطروحات الخاصة بالحوار. من أكثر من جهة المعارضة. ومن ضمنها أيضا هيئة التنسيق. نعم هذا ممكن. إسرائيل يمكنها أن تفعل أي شيء. لخلط الأوراق. ولخلط الأوراق داخل سوريا. والتسبب في حرب داخلية. القطيع بين السلطة والنظام والشعب. يمكن لإسرائيل أن تفعل أي شيء. ونحن نستنكر استهداف أي القدرات الدفاع الجوي السوري. يجب أن لا تستهدف قطعا. ربطا بما سألتك به سيد صالح. مجددا أعوذي إليك سيد محيد دين. من ضمن أيضا الترجيحات. أن هذه الغارة تضرب موقع بحث علمي. كان يمكن لإسرائيل أن تضرب ما هو أهم. خصوصا بحسب التصريحات الرسمية. لم تؤثر عليه إلا على بنية إدارية. وكأنها جصنبض لقدرة الدفاعات الجوية السورية. ولم تعطيها الإجابة. ما يفتح ربما لسيناريو آخر للحرب. سيكون قريبا. أنا أؤكد لك بأن النزع العدوانية متأصلة لدى إسرائيل. ولو تعلم إسرائيل بأنها تستطيع القيام بعدوان كل يوم على سوريا. لقامت به بعد ثلاث أو أربع أو خمس سنوات. واستغلالا لما يجري في سوريا. وتآمرا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتنسيقا مع كل ما لديهم من تكنولوجيا. استطاعوا أن يحصلوا هذا الخرق. وهم ينتظرون الرد الآن. كما قلت لك. الصراع مع إسرائيل هو صراع مستمر. وبالتأكيد لدى سوريا أسلحة رادعة وقوية. لكن قراءة تخدام هذه الأسلحة يجب أن تدرس كل الاحتمالات قبل أن ينفذ هذا الرد. هذا تصوري شخصي. والحكومة السورية تعودت وعودت الناس على بعد النظر. وعلى اتخاذ القرارات المناسبة في الأبقات المناسبة. هذه العنتريات التي بدأت ترددها دول الخليج خاصة. هي التي تقف مع إسرائيل. وهي التي أخرجت مصر أصلا من جبهة المواجهة. وأخرجت حماس مؤخرا. نحن نأمل من حماس بالأراضي العربية المحتلة. أن يمارسوا دورهم المقاوم لإستمرار هذا الوقوف في وجه إسرائيل. بالنسبة لهذا الاعتداء على بلد عربي. ويسأل لماذا لم تحذر إسرائيل من مغب التكرار. هكذا اعتداء. لكن نسأل اليوم. الديلي تليغراف البريطانية تحدثت اليوم أن هناك نية ربما إسرائيلية للتكرار. تحت شعار أو تحت هدف أن هناك نقل أسلحة ربما لحزب الله. أو سلاح كيميائي. هل هناك خشية من تكرار هكذا ضربات؟ لا. ووزير الدفاع الأمريكي الآن حاول أن يعطي غطاء للعدوان الإسرائيلي على سوريا. عندما قال بأن هناك قوافل باتجاه حزب الله. أنا أؤكد لك بأن حزب الله لديه السلاح الكافي. ويستطيع استقدام أي نوع من أنواع الأسلحة. ولا تستطيع لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية كشفه. وإلا كيف يتحدث قادة المقاومة عن ستين أو سبعين ألف صاروخ. هذا كلام هراء. إجمالا هم يلوحون بالعدوان ويمارسونه. ونحن كشعب وكجيش وكدولة علينا مواجهة هذا العدوان. مواجهة هذا العدوان ليس من خلال أحضان الغير. وإنما من خلال وجودنا في بلدنا والتعامل مع الأوضاع المستجدة. نعود مجددا سيد سمير نشار. سيد نشار أنتم أدنتم هذه الغارة. واليوم كررت ذلك. هل تواصلتم مع الدول التي تدعم الائتلاف. خصوصا لديكم علاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأيضا حتى مع واصنتم استفسرتم لماذا تحركت إسرائيل بهذه الطريقة. تلبتم منها أن تتدخل. ليس فقط في إطار إدانة فقط. يا سيدتي. ما يقوله ضيفك من دمشق. هو ما يقوله جميع المسؤولين السوريين منذ أربعين عاما. يكررون نفس الأسطوانة بالزمان وبالمكان. وبعد الدراسة وبعد الحسابة. كررت في الحلقة. أود أن أفهم منك حتى لأنه لم يبقى لدي سوى دقيقتين. هل تواصلتم مع الدول الراعية أو الداعي داعم لكم؟ لم نتواصل. لماذا؟ ليست داعم لنا. نحن نتواصل فقط مع شعبنا. لأننا نريد أن نخلص الشعب من هذا النظام. أما بالنسبة للغارة الإسرائيلية. دعاكي الاستنتاج البسيط والطبيعي. هذه الغارة الإسرائيلية خشية من إسرائيل أن تكون هذه الأسلحة خارج نطاق سيطرة النظام السوري. سواء كان تهريبها أو توصيلها إلى حزب الله. أو الخوف من وقوعها في أيدي السوار السوريين. طالما هذه الأسلحة في أيدي النظام السوري فهي في مكان آمن. أما عندما تكتشف إسرائيل أن النظام السوري فقد السيطرة عن هذه الأسلحة أو يحاول التصرف بها. سيد سامير أفهم منك إذا ما وصلت هذه الصواريخ أو الأسلحة ستستخدمونها ضد إسرائيل؟ يعني أنت تقوم هناك خشية من أن تصل إلى الثوار. إذا ما وصلت لهم ستستخدمونها ضد إسرائيل؟ ولما لا؟ الخشية الإسرائيلية والخشية الأمريكية من أن الأسلحة السورية تخرج عن نظام السوريين. نطاق سيطرة من نظام السوري. هذا واضح الجميع يعرمه. شكرا لك سيد سامير. بأقل من دقيقة أعود إليك بسرعة سيد صالح مسلم. كيف يمكن أن يكون الحل سياسي أم عسكري في دوق كل هذه التطورات؟ لا بد من حل سياسي. الحل العسكري أثبت عدم جدوى على مدى عامين. لا بد من حل سياسي لهذه المسألة. للأزمة السورية. بأي شكل من الأشكال. بشروط بأي شروط. ولكن يجب أن يكون هناك حل سياسي. شكرا لك سيد صالح. مثلما أنت عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة. أنت كنت هنا ضيفنا في الاستوديو. وأيضا من دمشق نشكر. مدير تحرير جريدة التشرين الرسمية سيد محيد دين محمد. وموصول الشكر لضيفنا من إسطنبول السيد سامير نشار. وهو عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري. وعضو الهيئة العامة لإتلاف السوري المعارض. والشكر لكم مشاهدين أينما كنتم بأمان الله.